إلى كلودي أبي حنم من بيروت ماذا عن الأوضاع لديك كلودي من حيث الأرقام والإجراءات المتخبات نحن نشهد عودة تدريجية للحياة ولكن بحذر شديد وذلك لأن الإصابات التي يتم تسجيلها غالبيتها ومعظمها علامة الرحلات التي تأتي من الخارج في إطار قوافل العودة والراقبين بالعودة إلى لبنان ولسيما من أفريقيا حيث تم تسجيل في اليومين الماضيين عددا كبيرا من الإصابات يعني أكثر حوالي أربعين إصابة على متن هذه الرحلات وكما ذكرت الغالبية كانت من أفريقيا ولكن أيضا سجلت إصابات على متن رحلة آتية من قطر يعني حوالي خمس إصابات على متن رحلة آتية من باريس من السعودية من كل هذه البلدان وهذا الأمر هو الذي يفرض الحذر الشديد في لبنان في المقابل نرى تراجعا كبيرا في الإصابات لدى المقيمين يعني أو صفر إصابة أو إصابة أو إصابتين ولكن هذا لا يعني أن لبنان سوف يعني يخسر استعداداته وتحسبه من هذا الفيروس نظرا للخطر الذي يتهدده مجيء المغتربين المصابين بكورونا في أي حال كما ذكرت نشهد عودة تدريجية للحياة هذا الصباح أعلن وزير التربية أن المدارس سوف تفتح في نهاية هذا الشهر لطلاب المدارس السانوية والذين لديهم امتحانات رسمية ولطلاب الجامعات وفي شهر يونيو حزيران المقبل سوف تفتح المدارس للتلامذة في الصفوف الابتدائية من الصف الرابع وما فوق وللمرحلة المتوسطة وذلك أيضا يعني مع اتخاذ كل إجراءات الحماية أيضا وزير الصحة العامة دعا الحضانات إلى الاستعداد ابتداء من 11 من مايو الحالي الاستعداد الإداري لاستقبال الأطفال ابتداء من شهر حزيران يونيو المقبل كل هذه الإجراءات أيضا نضيف إليها السماح ابتداء من اليوم بأن تستقبل الجوامع المصلين بحدود 30% من المؤمنين وأيضا في قدديس الأحد بحدود 30% من المؤمنين سوف نرى اليوم إذا ما سمى سيتم التجاوب مع هذا القرار أو ستكون هناك أعداد تفوق 30% علما أن مشايخ عديدين قالوا إنهم لن يجمع المؤمنين على صلاة الجمعة خشية من ارتفاع الأعداد والتسبب بالعدوى ولكن الجوامع ودور العبادة ستكون مفتوحة لمن يريد الزيارة والصلاة في جو خشوع في داخل دور العبادة في أي حال كما ذكرت تخفيف الإجراءات دونه الحذر الشديد من موجة ثانية من الفيروس نتيجة الحالات العديدة على متن الرحلات القادمة إلى لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر